فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال المؤلف رحمه الله تعالى في حديثه عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومن قاتل تحت راية عمية ومن خرج على أمتي قال ذكر في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية قال في القسم الأول الخارجون عن طاعة السلطان فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة وبيّن أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيرته نعم هذا كما وضحناه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا كما وضحناه في آخر الحلقة السابقة نعم أن الخارجين عن قبضة الإمام ثلاثة أصناف قطاع الطرق وهم المفسدون في الأرض والبغاة والخوارج وكل هؤلاء يجب معالجة أمرهم بما ينهي حسادهم وشرهم عن المسلمين والنتيجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من فعل شيئا من هذه الأمور ومات عليه فميتته جاهلية يعني أنه يموت على خصلة من خصال الجاهلية وهذا وعيد شديد لأن أمور الجاهلية محرمة ومنهي عنها وهذا أبلغ زاجر لهؤلاء أن يبادروا بالتوبة لأن لا يدركهم الموت وهم على هذه العقيدة الفاسدة فيموتون ميتة جاهلية لا ميتة إسلامية ترجمة نانسي قنقر